بحضور الامين العام لوزارة الصحة العامة حامد جبر انطلقت عمل الورشة التفاكرية حول اعيدات الخطط الوطنية لتقييم من اجل تحسين القطاع الصحي بالبلاد مع اعيدات مشروع يهدف الى توفير الصحة لجميع المواطنين بكافة الاراضي الوطنية وذلك بمشاركة فنيق القطاع الصحي والشركة تقرير عدم وبكر ادريس بقراءة محمد الامين فنيوا قطاع الصحة والشركة والممولين والقطاعات المدنية كل هؤلاء شاركوا في ورشة تفاكرية حول اعداد الخطط الوطنية لتقييم هذه الخطة التي اعدت خصيصا لتحسين قطاع الصحة في البلاد والعمل على اعداد مشروع لتوفير الصحة للمواطنين في كافة الاراضي الوطنية بعيد اعتماد هذا المشروع الامر الذي جئ بهذه الورشة وتنظيم هذا الاجتماع وعلى هذا فقد عكف هؤلاء كلهم للبت والدراسة والتمحيص لاجل معالجة الاوضاء الصحية وبهذا الخصوص فقد قدم ممثل وزيرة الصحة العامة الامين العام للوزارة حامد جبر قدم كلمة تناول فيها الجوانب المتعلقة بالصحة والسبل الكفيلة التي تفضي الى ترقية القطاعات الصحية في البلاد والعمل على اعتماد الخطة الوطنية التي اعدت من قبل الاطراف المعنية المشاركة في هذه الورشة والتي تتمثل في تناول جميع القضايا الصحية وتوفير المرافق الصحية والمعدات والكوادر البشرية والادوية مما قد تتيح للبلاد بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومكافحة الامراض الوبائية والقضاء على كافة الاوبئة الموسمية لتحسين الخدمات الصحية لحياة المواطنين وكذا تغيير تصرفات بعض العاملين في القطاعات الصحية الجدير بالإشارة فإن هذه الورشة التي تعنى بدراسة وإعداد الخطة الوطنية للصحة العامة من هنا وحتى عام 2030 خطوة جديرة بالثناء والقبول ذلك أن الحكومة قد أولت عناية فائقة للقطاعات الصحية وترقيتها